يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول تشاهدون الآن التفسير مع فضيلة الشيخ محمد حسان هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو الشفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير القائل جل جلاله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والقائل جل جلاله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن القائل بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله الله جل جلاله الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود قادر على أن يعيد من موجود ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي شتمن ابن آدم ولا ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد جل جلاله فالله تبارك وتعالى هو الخالق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والخلق هو الإيجاد من العدم وهو بهذا المعنى صفة خاصة بالله تبارك وتعالى قال جل وعلا هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله من يستطيع أن يتحدى وأن يعلن بجهله الفاضح أن خالقا غير الله تبارك وتعالى قد يخلق لا هل من خالق غير الله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وفي أنفسكم أفلا تبصرون والله الذي لا إله غيره إن نظرك فيك أيها الإنسان يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو خالقك الذي خلقك بهذا الإبداع والإتقان وخلق الكون كله من حولك بهذا الإتقان والإبداع كما سنرى أفمن يخلقك من لا يخلق أفلا تذكرون قال جل جلاله فتبارك الله أحسن الخالقين هذا الماء هذا المني المهين فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان المتبجح المستعلي المتكبر المغرور فلينظر الإنسان مما خلق فأولك أيها الإنسان نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة فلما الكبر وعلام الغرور يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك تدبر أصلك ولا تنسى فصلك فأنت من حيث الأصل من الطين من التراب ومن حيث الفصل من ماء مهين ومن حيث الفصل من ماء مهين ينام الرجل مع امرأته في الحلال الطيب فيلقي مطفته التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية بل مئات الملايين وتتسابق كل هذه الحيوانات لتصل إلى عروس جميلة تعرف بالبويضة هذه العروس التي تخرج مرة واحدة في الشهر وتخرج وكأنها عروس مزينة لزوجها بالفعل في ليلة الزفاف تخرج وقد ارتدت تاجا مشعة تخرج البويضة وهي تلبس تاجا مشعة يشع هذا التاج ليلفت أنظار هذه الحيوانات المنوية الهائلة فتسرع الحيوانات المنوية نحو هذه العروس الجميلة نحو البويضة ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد وليس كما قيل أقوى الحيوانات المنوية بل لا يصل إلى البويضة إلا الحيوان المنوي الذي قدر له الرب العلي أن يصل فإذا ما وصل إلى البويضة أفرزت البويضة سائلا من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي الذي وصل إليه ليلتسق على جدار البويضة فيفرز الحيوان المنوي ذاته سائلا آخر سائلا آخر يبدد جزءا من التاج المشع على البويضة ليسهل عليه أن يخترق جدارها فإن اخترق جدار البويضة وخصبها وحدث ما يسمى بالزايقوت تخصب البويضة لتنتقل إلى مرحلة النطفة تلك المرحلة التي سماها القرآن بالنطفة الأمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن خلقناه من نطفة أمشاج هذه النطفة تتحول بعد أيام إلى علقة وسميت بالعلقة لأنها تعلق بجدار الرحم ثم تتحول العلقة بعد ذلك إلى مضغة وسميت بالمضغة لأن الجنين في هذه المرحلة يشبه قطعة اللحم التي مضغطها الأسنان فلو نظرت إلى الجنين بآلات النظر الحديثة كالميكروسكوب وغيرها لوجدت الجنين قطعة لحم تظهر عليها آثار الدروس والأنياب والقواطع لذا سماها القرآن أي سما مرحلة الجنين هذه مضغة ثم تتحول المضغة بعد ذلك إلى عظام إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والإبداع والجمال نعم ثم تكسى هذه العظام أو يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم ثم أنشأناه خلقا آخر أي تنفخ فيه الروح عالم الأجنة الشهير ألاكسيس كاريل هذا العالم ليس مسلما ولكنه ظل يراقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة انتقلت النطفة إلى علقة فلم ينشغل ثم تحولت العلقة إلى مضغة فلم يتعجب ثم كسيت تحولت المضغة إلى عظام وكسيت باللحم فما أدهشه ذلك أيضا فلما نفخت الروح في هذا الجنين في رحم أمه وتحرك الجنين حركة كاملة في بطن أمه صرخ هذا العالم في معمله وقال كلماته الجميلة هنا الله من أين جاءت هذه الروح ومن أين جاءت هذه الحياة إنها من عند الله تبارك وتعالى إنها عظمة الخالق جل جلاله تلك العظمة التي لا ينتبه إليها كثير من الخلق كثير من المخلوقين لذا قال رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين قال جل جلاله إن في خلق السماوات والأرض بعد خلقك أنت أيها الإنسان يلفت ربنا جل وعلا نظرنا إلى خلقه للسماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأصحاب العقول لأولي النهى لأصحاب القلوب التي تتفكر وتتنبر لكن إلف النظر إلى خلق السماء ولكن إلف النظر إلى خلق الأرض أنسانا كثيرا من نعم الله علينا في السماء والأرض وسأقف وقفة متأنية بإذن الله تعالى مع خلق الأرض وخلق السماء في الآيات التي تأتي بعد ذلك في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لكن عد معي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لا يستطيع أحد لا يستطيع أحد أن يكابر أو أن يتبجح أو أن يدعي أنه خالق مع الله لم يقل بهذا أحد لم يقل بهذا أحد باستثناء الثنوية فرق من فرق المجوس جعلوا للكون إلهين اثنين جعلوا للكون خالقين اثنين خالقا للخير وهو إله النور وخالقا للشر وهو إله الظلمة وهذا سفه من العقل وسفه في الرأي وضلال مبين لكن لم يستطع أحد أن يتحدى أو أن يتكبر وأن يعلن ولو كان مشركا كافرا أنه خالق مع الله أو أنه يخلق مع الله يعني ربما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري بالكذب والباطل ربما قال أنا ربكم الأعلى لكن هذا ليس على سبيل الحق وليس على سبيل أنه يقر من نفسه ويعرف في نفسه ذلك وإنما قال ذلك فرعون على سبيل المكابرة وعلى سبيل العناد لكنني أقصد أنه لم يوجد إنسان على وجه الأرض قال على سبيل الحقيقة والاقتناع أنه خالق مع الله أو أنه يستطيع أن يخلق مع خالق السماء والأرض جل جلاله ولذلك المشركون الأول أقروا بهذه الحقيقة تنبر معي قول الله تبارك وتعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا قُولُنَّ اللَّهِ الله 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 يعني لو سألت أبا جهل وأبا لهب والمشركين المعاندين لرب العالمين ولسيد النبيين في مكة لو سألتهم من الذي خلق السماء ومن الذي خلق الأرض ومن الذي خلقكم أنتم ما أنكروا أن الذي خلقهم هو الله وأن خالق السماء والأرض هو الله وقد جعل الله عز وجل إقرارهم واعترافهم هذا قرآنا يتلى إلى يومنا هذا بل وإلى أن يرث الله الأرض من عليها قال جل جلاله وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ مش كده بس وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الله أكبر إذن المشركون لم ينكروا أن خالقهم هو الله وأن خالق السماوات والأرض هو الله فلا ينكر أحد هذه الحقيقة والكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه يدل على أن خالقه إله واحد أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا عبادته وحده وأن يرزقنا تقواه إنه ولي ذلك ومولاه أكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصادقين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستشفى الجزيرة متعدد التخصصات أعد خصيصا لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية